مع تزايد الاحتجاجات المطالبة بانهاء نظام المحاصصة الطائفي في العراق يبحث القائمون على العملية السياسية في البلاد عن طوق نجاة بانتخابات مبكرة علّها تخرج نظامهم المتهالك من عنق الزجاجة بعدما أدركوا أنه لا مناصة من إصرار العراقيين على تغيير الواقع المتردي المتظاهرون من جانبهم يعتقدون أن الواقع السياسي بائس ولا يمكن للكاظمي أن يفي بوعوده ما لم تكن الانتخابات القادمة محققة لطموحات العراقيين الذين لا زالوا يعانون مما آلت إليه البلاد في نظام اعتمد نهج المحاصصة المتظاهرون عبروا عن عدم ثقتهم بهذه الانتخابات بوجود السلاح المنفلت وغياب غطاء أمني للمتظاهرين للتعبير عن رأيهم وعدم فرض سلطة القانون على الجميع مراقبون قالوا أن مشكلة الانتخابات تكمن في البرلمان فضلا عن مشكلتي المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات الجديد الذي لم يصوت بعد على جميع مواده معتبرين أن الظروف السياسية في العراق غير ملائمة لإجراء انتخابات مبكرة لعدم إجراء تعداد سكاني فضلا عن ضبابية المشهد ووجود أحزاب تمانع سرا إجراءها فيما يتخوف العراقيون من الانتخابات القادمة معتبرين أنها قد تكون مشابهة لتلك التي جاءت بحكومة عادل عبد المهدي لأن الكتل والأحزاب السياسية التي توالت على مجلس النواب لا تريد التفريط بامتيازاتها ومحاصصتها الطائفية وفي خضم هذا الصراع السياسي والانتخابي يبقى العراقيون تحت عذابات لا تنقضي وهم ينتظرون نهاية مسلسل العملية السياسية الذي أهلك بلادهم ولم يبق فيها حجرا على حجره